قدرات الرأي والسياسي السياسي ومن حام حول الحماق أو شك أن يقع فيه ليس مقبولا من القاضي أن يلعب في دائرة سياسي ولا أن يخوض سجانا معه ولا عراكا وهذا هو الموقف المجلس للقضاء وهو موقف لا أشك الآن أنه الموقف الحكيم الذي لا يجوز القول بخلافه من طرفيدي عقل والحالات اللي كانت رأى حالات مستعد أنني وإن كنت أنا لست يعني أنا ماشي وزير العدل أنا نائب رئيس المجلس على القضاء كان فرق من وزير العدل ونائب رئيس المجلس ومع ذلك مستعد أن أناقش التفاصيل وسترون أنه من الخطر الجاسيم أن يصبح القاضي سياسيا من الخطر الجاسيم وأنا متأكد بأن الجمعية المهنية اللي كنشوف الرؤساء ديالها هنا هي لها من الحكمة ما يجعلها تساند هذا التوجه اللي هو القاضي قاضي والسياسي سياسي والقاضي يمكن أن يعبر عن رأيه بالطور والعرض لكن في إطار يعني ما نستعر عليه الدستور وهو 111 واجب التحفظ واحترام الأخلاقية المهنية ولذلك قلت الأخ المستشار الإعلامي شوف يالله يخليك الشهر اللي كان نصرح فيه واحد القاضي واحد مقال سيء ونال من البرلمانيين شوف يالله شحال كان من المقال القينا 40 مقال ديال القودات في شهر 7 وأنا كنت وجد سادة الصحفيين يتأكدون من القضية في شهر 7 كان 40 مقال كيف نختاروا مقال واحدا لأن ذاك المقال يعني أثاء إلى من توجه إليهم بالإساءة ومن حقهم أن يشتاكوا ومن حق المجلس أن يقدر وقد قدر إضافة إلى معطيات أخرى مستعد إلا بغيتنا نعرض عليكم نعرض عليكم وهي من نسبة أخاطرة تبين بأن من يهم الأمر لم يعود له محل ضمن الهيئة القضائية ولكنه سيجد آفاق أرحب لكي يعبر عن رأيه ولكي يقول في الوزير وفي البرلمان وفي من يهمه ما يقول